حسناً من الصعب أن نعرف ما الذي يفكر به الحوثي لأنهم لو كانوا يعملون بطريقة منطقية لما كانوا سوف يقصفون البواخر جميع الضربات التي قاموا بها في البحر الأحمر نعم قاموا بتخفيض حركات السير والملاحة البحرية ولكن لم يؤثروا على الحرب في غزة لم يجعلوا إسرائيل تنسحب لم يجعلوا إسرائيل تغير أهدافها لم يجعلوا الولايات المتحدة الأمريكية تتوقف عن دعم إسرائيل لهذا لم ينجز الحوثيين أي شيء لهذا السبب لرما ما يستهدفون إسرائيل الآن لأن استهداف السفن التجارية بدأ بأنه لن يحقق لهم أي شيء فلربما الآن هم يحولون هدفهم إلى إسرائيل لإعتقادهم بأنه يمكن أن يحقق هذا الهدف أمرا أو يغضب نتنياهو وينسحب من غزة لا أعرف لا أعرف ما الذي يفكر فيه الحوثيين ولا كما قال لي بعض الدبلوماسيين فإن تحركاتهم غير ناضجة بما فيه الكفاية يعني مثل حزب الله حزب الله تحسب وتفكر لديها بعض القيود وتفهم عواقب أفعالها ولكن الحوثيين غير ناضجين إلى هذا المستوى كما استخدم الدبلوماسيون هذه الكلمة وهذه الكلمة جيدة لوصف الحفيد